إلى قاتل لو تأملت وجه الضحية وفكرت كنت تذكرت أمك في غرفة الغاز كنت تحررت من حكمة البندقية وغيرت رأيك ما هكذا تستعاد الهوية إلى قاتل آخر لو تركت الجنين ثلاثين يوما إذن لتغيرت الاحتمالات لو تركت الجنين ثلاثين يوما إذن لتغيرت الاحتمالات قد ينتهي الاحتلال ولا يتذكر ذاك الرضيع زمان الحصار فيكبر طفلا معافا ويصبح شابا ويدرس في معهد واحد مع إحدى بناتك تاريخ آسيا القديم وقد يقعان معا في شباك الغرام وقد ينجبان ابنة وتكون يهودية بالولادة ماذا فعلت إذن صارت ابنتك الآن أرملة والحفيدة صارت يتيمة فماذا فعلت بأسرتك الشاردة وكيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقة الواحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر